لكن حتى الكهنة في هذه المرحلة خليني أستعير منك هذا التوصيف الكهنة هذه المرحلة أيضا هم غير موحدين وخلين في كهنة الشيعة أيضا هذه المرة جاءوا منقسمين حتى هذه اللحظة ما أعرف هل هم يخافون من المرحلة هل هم يخافون على مصالحهم هل فقدوا يعني مصادر قوتهم وين الحقيقة في هذا المشهد المنقسم على نفسه هل سنتحدث عن مكون مكون هناك إرباك قد يصل إلى حد مرحلة فقدان التوازن وهذا الإرباك ناجم عن عدم وجود خطط بديلة مثال إذا مثلا يوم السبت ما مرت حكومة محمد علاوي شنو البديل هل هناك خطة واضحة لإيجاد بديل معين ما أكو ذلك والنواب عدهم بصراحة اليوم شفت حالة أشبه بالتمرد لبعض الكتل أنه ما نلتزم بعد بقرارات رئيس كتل نحن نشوف بي الصالح ونصرف وهذه زينة يعني اليوم هذه من الأزمات دائما تولد التغيير من هذه الأزمة تولد تغيير في النمط التفكير لبعض النواب وهذه حالة جيدة جدا يعني بحسابات الحقل والبيدر للقوى السياسية التي أقول لم تصل إلى مستوى النظوج السياسي ودعني أقول حتى وإن كانت تعرف أو تتعلم ألف باء السياسة فإن لديها حسابات أن هذه المرحلة بالسؤال الذي أنت طرحته الآن إذا لم يكن هذا فإننا إلى أين سنمضي لماذا لا يخسرون جزءا أفضل مما أن يخسروا المرحلة بكاملها هالنقاشات من هذا النوع تكون حاضرة في نقاشات الكتل تحت قبة المعبد الكهنة يسولفونها للوليد أكو تفكير بما يجري بعمق لو تسطح الأمور كما العادة والله اللي شفته أنه كل من يعتقد أنه تفكيره هو التفكير العميق وأنه هو اللي يعرف مصلحة هذا البلد وكل حزب بما لديهم فرحون ويصورون أنه دول الباقين كلهم لازم يمشون على رأيهم وهذه رؤيتهم هي الصح وهم المنقذين وهم اللي يتحملون المسؤولية بينما هي كل مشكلة من جوة رأسهم وهم مديقزون يتفقون على شخصيات معينة تكون قادرة طبعا أين دور النائب اللي يطلع بالتلفزيون يقول أنا أمثل مئة ألف واحد من العراقيين ليش ما يقف بوجه الكاهن ليش ما يقول لعمي سعاتك دولتك أنت على غلط لعم ليش الناس إطتهم أصوات إذا هم ما ما زالوا يتبعون الكاهنة يعني مو الكل أكون نواب كثيرين اليوم شفت حالة صحية جدا أنه نواب بدأوا يتخذون قرارات ومواقف بناء على قناعاتهم الشخصية وهذا حالة جيدة يعني يكونون بصراحة مطلعين أكثر على الواقع الذي يعيشونه أكثر من الأصطوات مالتهم يعني جيد الحالة صارت اليوم أنه بعض النواب اتخذوا قرارات بعيدا عن ذعماء الكتل وهذه قد تتمخض عنها تغييرات حقيقية في السنة القادمة لغاية نهاية عمر البرلمان يعني المفروض ما يطول بعد أكثر من سنة على اتفاق الجميع حتى يصير انتخابات مبكرة يظهر فيها نواب جدد بناء على قانون انتخابي جديد وبناء على أشراف مفوضية مستقلة جديدة ترجمة نانسي قنقر